السلام عليكم ومرحبا بكم درس اللي ان شاء الله غد يكون على asking for and giving advice هذا درس ديال المجزوقة ديال speaking فهالدرس ان شاء الله غد نشوفه expressions used to ask for advice العبارات اللي كانستعملوا باش كانبغوا نطلبوا النصيحة من عن شي واحد expressions of giving advice العبارات اللي كانستعملوا باش نعطيوا بهم النصيحة ننصحوه شي واحد وغادي نشوفه example غنشوفه واحد المثال اللي تيجمع واحد المجموعة ديال عبارات اوكي وغادي اخر حاجة غنخليكم مع تمرين باش تخدموه اذا اول حاجة نبدو مع العبارات ديال asking for advice يعني طلب النصيحة والعبارة اللولة اللي غنشوفه هي what do you think I should do بمعنى ماذا تظن يجب أن أفعل اشنو كتظن أنني نقدر ندير اوكي what do you think I should do ولا لحتوا هاد العبارة هادي استعملنا فيها should ولا عقلتوا على should كنا شفناها في الدرس ديال حيث الشود كي تعتبر model اوكي يعني فعل ناقص وهاد الدرس الماضل شفناهم وشرحناهم وشفنا الوظائف ديالهم والمعاني ديال كلها model وبالنسبة للشود قلنا بالله عندو الوظيفة ديال النصيحة يعني كنستعملوه باش كننصحو شي واحد اوكي داك شعلش استعملناها في هاد الجملة هادي هاد عبارة ديال النصيحة اعطاء او لا يائما اعطاء النصيحة او لا طالب النصيحة اوكي what do you think i should do ماذا تظن يجب ان افعل العبارة التانية what do you advise me to do what do you advise me to do يعني ماذا تنصحني ان افعل اشنو كتنصحني ندير اوكي what do you advise me to do من بعد كين what do you suggest to ماذا تقترحو ان ونكملو الجملة في ما تشوفو ذوك ثلاثة النقاط بمعنى ممكن انكم تكملو الجملة بذك شي اللي بغيتوا تقولو what do you suggest to ماذا تقترحو ان او لا بكل بساطة نقدر نقولو what do you suggest ماذا تقترح ونحبسو اوكي دونك تبقى على حسب الى بغينا نزيدو نكملو الجملة بشي معلومة ولا شي حاجة بغينا نزيدو نطولو الجملة يعني غنديرو what do you suggest to وكنكملو او من بعد عندنا what should I do بمعنى ماذا يجب ان افعل what should I do اوكي من بعد عندنا what's your advice بمعنى ما هي نصيحتك شنه هو شنه هي النصيحة ديتك باش كتنصحني اوكي what's your advice او ومن بعد كين what would you do in this situation الى لحظة هنا يا هديك in this situation درتها ما بين قوسين حيثاش اختياريا نقدر نستعملوها نقدر ما نستعملوهاش يعني هديك العبارة نقدر نقولوها بجردية الطرق يا اما نقول what would you do انحبس او لا what would you do in this situation يعني المعنى دي العبارة كاملة هي ماذا كنت ستفعل في هذه الحالة in this situation معنيتها في هذه الحالة اوكي يعني ما نقولو ماذا كنت ستفعل او لا ماذا كنت ستفعل في هذه الحالة what would you do or what would you do in this situation من بعد كين what can I do ماذا بإمكاني أن أفعل what can I do what's your opinion ما رأيك what's your opinion من أجل النصيحة باش نصحنا باش ناخدوا واحد النصيحة اوكي كان طلبوا له الرأي الشخصي باش ناخدوا النصيحة اوكي شي ناصيحة advise me please انصحني من فضلك اذا هذا ما كان بالنسبة لعبارة ديال asking for advice ندوزوا نتعرفوا عن العبارة ديال giving advice العبارة اللولة هي I think you should وكنكمل الجملة بمعنى اعتقدوا انه يجب عليك او لا اعتقدوا انه يجب عليك وكنكملو اوكي I think you should اوكي نعوداني you'd better هاديك you'd better هي you had better وهذه العبارة تهي شفناها في الموضلز او يعني الدرس ديال الموضلز كنا شفناها هاد العبارة وقلنا حتى هي عندها الوظيفة ديال النصيحة كتعطي يعني كنعطيه بها النصيحة فاش كنستعملوها في الجملة او you'd better بمعنيتها من الافضل من الاحسن ان وكنكملو اوكي 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 maybe you should ربما يجب عليك اوكي كتقول له ربما ممكن انك ممكن خصك اوكي maybe you should او I suggest اقترحو يعني فاش كتبغت تقترح شي حاجة او فنفسوقت كتكون نصيحة عن طريق على شكل كتجي على شكل اقتراح I suggest وكنكملو الجملة او why don't you لما لا لاش مثلا ما تديرش واحد لحاجة كنقولك يعني احتى هذه عندها علاقة بالاقتراح كنقترح كنقترح عن طريق السؤال why don't you لما لا تفعل لما لا اوكي وكنكملو if I were you I would هات العبارة كنستعملوها بزاف حتى بالدريجة كنقولو كنت في بلاستك كندرت او لكن فعلت اوكي هي if I were you I would وكنكملو لو كنت مكانك لكونت كذا كذا اوكي you should يجيب عليك هاد should هي اللي هضرنا لها قبيلة فاش كنا كنشوفوا العبارات ديال asking for advice شفنا هاد should هاد should كنستعملوها حتى باش كنبغون اعطونا نصيحة كيفما قلت لكم شفناها في الدرس متاع الموضلز يبعنا يجيب عليك وعندها نفس المعناة دياللي تابعها you ought to هادك ought to حتى هو model شفناها في الدرس ديال الموضلز لونك وبطبيعة الحالة هو عنده الوظيفة ديال ديال النصيحة فاش كنقولو you should او لا you ought to وكنكملو لونك هاد بمعنى يجيب عليك ان وكنكملو if you take my advice you will لو عملت بنصيحتي سوف اوكي حتى بالدرجة تنقولوها كنقولو إلا خذتي بالنصيحة ديالتي غادي وكنكملو if you take my advice you will it might be a good idea to قد يكون من الجيد ان وكنكملو it might be a good idea to have you thought about هل فكرت في تنقولوك مثلا واش فكرتي انك ادير هادي اوكي have you thought about I advise you to انصحك ان I advise you to اذا هنا استعملنا الفعل ديالاذبايس استعملنا هنا باش نعتاول ناصيحة I advise you to اوكي ندوزو نشوفو واحد الملاحدة بخصوص هاد الكلمة نيت ديالاذبايس نشوفو واحد الملاحدة من ناحية الشكل ديال هاد الكلمة الملاحدة كتقول the plural form of advice is not advices دون كيف ما كنعرفو الكلمة ديالاذبايس بمعنتها نصيحة يك هاد الكلمة إلا بغينا ندروها في السيغة ديالجمع إلا بغينا نقولو نصائح ما كنقولوش advices ما كنزيدوش هادك اس فالاخر بحل اللي كندرو مع اغلب الكلمات لا بنسبل هاد الكلمة هادي إلا بغينا ندروها في الجمع بمعنى نصائح سنقولو pieces of advice بمعنى نصائح يعني pieces of advice غير هو ما كنقولوش advices يعني خطأ the verb is to advise الفعل ديالاذبايس هو to advise كيف ما كتشوفو فالاخر كتكتب س ا اما advice اللي هو الاسم كتكتب س ا يعني س ا في الاخر و تف النطق تيختلفو بنسبل الاسم كنتقوه advice في الاخر و بنسبل الverb الفعل كنتقوه advise to advise و ما تنسوش بلا الجمع ديال advice هو pieces of advice مثلا الى قلت لشي واحد اريدو بعض النصائح ما غديش نقوليه I want some advices لا هنقوليه I want some pieces of advice هنه عدنا واحد الميتال على شكل فقرة صغيرة يعني فقرة قصيرة استعملين فيها بعض العبارات اللي شفنا ديال giving advice حت في الامتحان العبارات اللي giving advice هما لكي تحطو اكتر من asking for advice بمعنى موعد الامتحان يقترب يقترب أكثر فأكثر إذن أنصحوا التلاميذ أنهم يستعدوا جيدا الامتحان I would like to tell those who have not started yet that if I were them I would have started immediately ونبغي نقول لهادوك اللي مازال ما بداوش في الاستعدادات في البراباراتيون أنني لو كنت في بلاستهم كنت غادي نبدأ للتو immediately يعني حالا first I suggest them revising difficult subjects يعني أول حاجة كان اقترح لهم يراجعوا المواد الصعبة هما اللولين and they had better do it collectively to exchange ideas ومن الأحسن أنهم يراجعوا في مجموعات باش يعني يتبادلوا الأفكار if possible I also think they should join educational institutions that provide remedial lessons أظن كذلك أنه يجب عليهم على هالتلاميذ يلتحقوا بالمؤسسات التعليمية اللي كي يعطيوا دروس دروس الدعم okay remedial lessons because it will make their preparation much easier حيتاش غادي هاد المؤسسات غادي يسهلوا عليهم المأمورية وكي غادي يسهلوا عليهم المأمورية بكثير and you what do you think they should do وأنت ماذا تظنوا أو أولا ماذا تظنينا أنهم ممكن يديروا أنهم يخصهم يديروا هالتلاميذ شنو كذنو خصهم يديروا what do you think they should do إلا بغيتوا تجاوبوا على هات السؤال هذا وتصفتوا لي الجواب لشنصحوا ماشي مشكل okay donc قولوا مثلا هاد التلاميذ يذباك اللي هما انتمانيت شنو خصكم تديروا باش استعدوا يعني الامتحان حيتاش مبقاش له بزاف شنو هما الحويج اللي ممكن أنكم تديروها باش تراجعوا الدروس بطريقة يعني فعالة أو أسرع بالأخص التلاميذ اللي مازال حد الآن بقي ما بداوش في باش نختم الدرس خليت لكم واحد تمرين باش تصاوبوه وغادي نشرح لكم تمرين كيفاش دير قال ليك respond to the following situations يعني أجيب عن المواقف التالية في الامتحان في الوطني بعد المرات هاد التمرين ديالالسبيكين كي تحت لكم حالة شكل هادا كي أعطيكم une situation واحد الحالة أو لا واحد الموقف وأنتم أخذكم ترضو على هاداك الموقف مثلا الموقف اللي عدنا هنا شنا هو your friend is so upset as his parents won't let him go to a party on Saturday يعني الصديق ديالك مقلق حيتاش والديه ما بغاوش يخليوه يمشي الحفلة واحد الحفلة اللي غاداد دار نهار السبت والديه ما بغاوش يخليوه يمشيوه هو مقلق بزاف شنو قل لك صاحبك your friend قل لك what should I do شنو خصني ندير ضنك ونتو ما خصكم تستعملوا عبارة ديال expression of giving advice غتعطيه واحد النصيحة اوكي غتعمروا ذاك الفراغ باستعمال عبارة ديال النصيحة اعطاء النصيحة giving advice وفي الامتيحان يعني كيقولوا لكم شنو تقولوا بعض المرات في اغلب الاحيان في اغلب الاحيان ما بين قوسين في الاخر تيقول لك مثلا express opinion مثلا عبر على رأي شخصي او لا express agreement عبر على اتفاق او لا عبر على عدم الاتفاق او لا أعبر على النصيحة كيقولوا لكم شنو شنو عليش تعبرو ولكننتو مخصكم غير يعني تسترجعو لـ ها دوك العبارات ديل ها داك الدرس advice او لا agreement او لا Imagine على حسب اللي كتكونوا انتم سماجا خدمتو لظن كتسترجعو ذوك العبارات باش تستعملوا شيء واحدة فيهم. The second situation is your friend thinks she is too thin and skinny. هذا الموقف الثاني الذي يقول أن الصديقة ديالتك تظن أنها رقيقة بزاف. في الجسم ديالها هي رقيقة بزاف. عندكم thin و skinny عندهم هادو مرادفات عندهم المعنى ديال رقيق. شيء واحد لنحيل رقيق. your friend thinks she is too thin and skinny. يعني هي ما عجبهاش الفورما ديالتها حيتاش رقيقة بزاف. يعني قلت لك your friend said i look too thin and skinny. انا كان بان رقيقة بزاف. هي قلت هذا هذا رأيي. كان بان رقيقة بزاف. what ديالت. هنا سوف يدرجو جدي الحوايج. سوف تعمروا الفراغ اللول ب يعني expression of asking for advice. يعني طلب النصيحة. كيف حالة هي لك أطلب النصيحة منك. وفي الفراغ الثاني سوف تعمروه ب expression of giving advice. حيتاش انتوما اللي ستعطيوها من بعد النصيحة. اوكي. اذا نتمنى ان الدرس كان سهل. اه بارتاجوا الفيديو ونشوفكم مع اه درس جديد ان شاء الله. good luck.